كثير مننا يتعامل مع ملفات الأوفيس سواء كانت Word أو Excel أو PowerPoint وطبعا عشان نستخدم المميزات الموجودة في هذا البرنامج لازم بنشاري النسخة المدفوعة من البرنامج أو بنستخدم الكراك وده بيؤدي إلى الضرر بجهازك حالة النهاردة يجلب لك برنامج بديل لبرنامج الأوفيس وبرنامج مجاني جدا وقانوني جدا وفيه نفس المميزات الموجودة في الأوفيس بالإضافة إلى المميزات الأخرى تابعي الحلقة معي وبدأتعرف عن المميزات الموجودة في هذا البرنامج وإيه هو البرنامج أنا واقع الربيع ودي قناة Computer Show قناة متخصصات في مجال الكمبيوتر والتعليم أهلا بكم من جديد وبرنامجنا النهاردة هو برنامج Free Office وهو برنامج شبيه لبرنامج Microsoft Office وبه العديد من المميزات هنتعرف عليها أثناء الحلقة وأسيبها في الرابط الخاص بالبرنامج في الوصف أسفل الفيديو كل اللي عليك إنك تضغط على الرابط هيفتح معاك الموقع الرئيسي للبرنامج هننزل في الأسفل كده هتلاقي مكتوب Free Download ومن مميزات هذا البرنامج إنه هو متوافق مع جميع أنظمة التشغيل سواء كانت Windows أو Mac أو Linux كل اللي عليك إنه تضغط على Free Download وهيبدأ البرنامج فيه التحميل وبعد الانتهام من تثبيت البرنامج كل اللي عليك إنك تروح على التنزيلات أو المكان اللي فيه التنزيلات الخاص بجهازك هتلاقي كنت برنامج موجودة هنضغط عليها Double Click عشان نبدأ في عملية تثبيت البرنامج على الجهاز وبعدين هنا نقول له التالي وبعدين نوافق على الترخيص الخاص بالبرنامج ونقول له التالي هنا بيديني خيارين تثبيت أو مخصص بنضغط على مخصص وبنفعل جميع الخيارات الموجودة قدامنا وهم هذه الخيارات آخر خيار وهو خيار خاص بالتحديث التلقائي للبرنامج وبعدين نقول له التالي وهنا بنفعل هذه الخيارات علشان نعمل عملية ربط بين أنواع الملفات الخاصة بالبرنامج وملفات Microsoft Office بمعنى إنك تقدر تفتح ملفات البرنامج على Microsoft Office والعكس بنفعل جميع الخيارات وطبعاً حدك يتفعل بيطلب منك كيس أو نعم أو لا كل اللي عليك أنك تضغط على نعم وبعدين نقول له التالي وبعدين تثبيت بيبدأ البرنامج في التثبيت على جهازك بننتظر طبعاً حتى يتم التثبيت وبكده تكون تمت عملية اجتماعي التثبيت البرنامج على الجهاز كل اللي عليك أنك تضغط على إنهاء وتلاحظ وجود ثلاث أيكونات خاصة بالبرنامج على سطح المكتب الخاص بك أيكونات مكتوب عليها حرف T وهي اختصار وده برنامج يوازي برنامج Microsoft Word وأيكونة مكتوب عليها حرف B والبليل اسمه البليل ميكر وده برنامج موازي لمايكروسوفت اكسل وأيضاً أيكونة مكتوب عليها حرف S وده Presentations وده برنامج موازي لمايكروسوفت باوربوينت وإن شاء الله أنا أتمنى في القريب العاجل يكون في برنامج الأكسز داخل هذا البرنامج ونفتح دلوقتي برنامج تكست ميكر ونشوف واجه الشابه اللي موجود بنكروسوفت ووردة وبين لمايكروسوفت على سبيل المثال ستلاحز أن اللغة الخاصة على برنامج هذا هو برنامج هو برنامج أن طبعاً ي mr signature الى الانجليزي ومن الانجليزي الى العربي. بأضغط على ملف. بعدين اختار خيارات. بعدين اضغط على المزهر. واختار لغة مربع الحوار. بأضغط هنا هلاقي مجموعة من اللغات. بأختار منها اللغة المناسبلية. هضغط انجليزي. انجليش يو اس. وبعدين اقول له موافق. بيتم تحويل لغة البرنامج الى اللغة الانجليزية. والعقس صحيح. هضغط على فايل. بعدين اوشنز. وهي ابيرانس. بعدين دايالوج لانجوج. واضغط هنا واختار اللغة العربية. علشان نرجعه الى اللغة العربية مرة اخرى. دي اول ميزة موجودة في البرنامج. الميزة التانية انها هلاقي نفس قوائم الموجودة في الورد. هي هي القوائم الموجودة في البرنامج. قائمة ملف. به طبعا الادوات والاوامر الموجودة داخل هذه القائمة. ايضا الصفحة الرئيسية. اللي هي الشريط الرئيسي في الماكروسوفت وورد. وعندي ادراج وتخطيط ومراجع ومرسلات بريدية ومراجعة وعرض نفس القوائم الموجودة داخل ماكروسوفت وورد. طيب هنكتب مسلا اي نص كده. بكتب عادي جدا زي ما بكتب فيه الورد وهبتدي اناسقه زي ما بنسق داخل الورد. احدد النص كده. واضغط على الصفحة الرئيسية. هلاقي هنا ممكن انا اغير الحجم عادي جدا. ممكن اغير نوع الخط بتاعي. بنفس الطريقة زي ما بعمله في الورد. ممكن انا ادي له لون. اخليه بول. اعمل محاذاة. باي طريقة انا عايزة. لو جينا مسلا على ادراج. هلاقي هنا صورة جدول بنفس الطريقة. هلاقي هنا مسلا اشكال. ان انا ممكن ادرج اشكال. هلاقي ارتباط شعوبي. اشارة مرجعية. تعليق رأس الصفحة. ارقام الصفحات بنفس الطريقة الموجودة داخل الورد. طيب ميزة اخرى موجودة في البرنامج ان انا اقدر اصدر الملف الخاص في هذا البرنامج الى بي دي اف. زي ما بعمل هذه الطريقة في الورد. هضغط على ملف. وبعدين اقول له تصدير كملف بي دي اف. وبعدين اضغط على موافق. هيتم تصدير الملف بتاعي الى ملف بي دي اف. بحدد مكان الحفظ. هنخليه مسلا سطح المكتب. ونسميه تجربة. وبعدين اقول له حفظ. هيتم تصدير الملف. تم تصديره الى ملف بي دي اف. زي ما تراك شايف. لو رجعت كده على سطح المكتب. هلاحز وجود الملف ملف بي دي اف عادي جدا. نضغط عليه يتفتح معانا. بطريقة سهلة جدا. نرجع تاني للبرنامج. نشوف المميزات الموجودة فيه. ايضا من مميزات هذا البرنامج. اننا اقدر من خلاله افتح ملفات تم تنفيذها على مايكروسوفت اوفيس. هضغط على ملف. واقول له مسلا فاتح. واقول له استعراض المسندات. واروح اجيب ملف تم تنفيذه على مايكروسوفت اوفيس. ولو لاحظت حضرتك تشوف شكل الايكونة الخاصة بالملف تم تحويل شكلها الى ايكونة البرنامج. هضغط مثلا على الملف ده. واقول له موافق. او فاتح. هلاقي الملف فاتح معي زي ما حضرك شايف. بنفس التنسيق اللي تم حفظه على مايكروسوفت وورد بدون اي تغيير. زي ما حضرك شايف كده بنفس التنسيق مفيش اي تغيير عندي. يبقى دي ميزة اخرى موجودة في البرنامج. الميزة التانية ان انا اقدر افتح ملفات البرنامج على اي نسخة مايكروسوفت وورد موجودة على اي جهاز غير الجهازي. سواء في شغلي سواء ارسلت الملف الى احد زملائي يقدر ان هو يفتح البرنامج بكل سهولة. انافزها ازاي? بضغط على ملف. بقدرنا اضغط على حفظ. طبعا هنا اداني ان انا احدد مكان الحفظ على طول. مسلا احدد على سطح المكتب. وقول له حفظ. طبعا عندي هنا خصائص لو ضغطت عليها بيديك خصائص الملف بتاعك. لو عايز تعمل له حماية. هنا بدون حماية طبعا لو عايز تعمل له حماية من الكتابة. حماية من الكراءة. عايز اعمل كلمة سر للملف بتاعي. سهل جدا احدد هنا. واكتب له كلمة المرور سواء الكتابة او الكراءة. يعني ان انا يكون فيه سماح التعديل عليه. ولا لا? دي طبعا ميزة جميلة موجودة في البرنامج بتاعي. طبعا هنا بتحدد المكان وبعدين تقول له حفظ. طيب. الميزة في هذا البرنامج طبعا هنحافظ معايا مرة واحدة. ولكن حضرتك لو اول مرة بتحفظ بيديك مربع خاص بالحفظ. في بعض الخيارات. من اهم هذه الخيارات اللي هي تنسيقات مايكروسوفت اوفيس. بتفعل هذا الخيار وبعدين تضغط على موافقة. علشان يفتح الملفات الخاصة بالبرنامج على نسخ الاوفيس الاخرى. دي ايضا ميزة موجودة في البرنامج. ولحضرك طبعا اكتشفت هذه القوائم. هتلاحظ ان هي هي نفس قوائم مايكروسوفت وورد. هنرجع كده ونفتح مثلا على سبيل المثال برنامج اللي هو اللي هو الاسل اللي مثلا. نشوف واجه الشبه. ادي البرنامج بتاعي هو هو نفس مايكروسوفت اكسل. طبعا الكلام اللي ظهر عليه دك اليمين ده ممكن حضركتي خليه يختفي. بتراية سهلة جدا. بتحرك كده. تلاحظ ان شكل المؤشر بتاعي اصبح سهلين عكس بقى. وبتسحب كده ناحية اليمين. هتلاقيها اختفت معاك. قادر الخلايا بتاعتك. وقادي عنوين الاعمدة. زي ما حضرك شايف. وعندي ارقام الصفوف. ولو قلت له مسلا تخطيط كده. هتلاقي نفس القوائم موجودة. عندي صيغة. عندي بيانات. عندي آآ مراجع او مراجعة. عندي العرض. نفس الاوامر او القوائم الموجودة في الاكسل. وبتتعامل معا عادي خالص بتكتب هو. بيقبل معايا الكتابة. واقدر ان انا انسى زي ما انا عايز. كي انك شغال على مايكروسوفت اكسل بالزبط. نبص ايضا على الباوربوينت. اللي هو البرزنتيشنز. هلاقي نفس الباوربوينت الخاص بمايكروسوفت اوفيس. هنشيل دي كده. وطبعا لو قلت له ادراج عندي ادراج ايه. عندي ملف. عندي صفحة رئاسية. عندي ادراج. طبعا انا ممكن ادرك شريحة جديدة واشكال الشرائح ايه. زي ما هدرك شايف. وتكتب عادي جدا. وان انت تقدر تنسق ايضا. زي ما بتنسق في الباوربوينت. او مايكروسوفت باوربوينت. نسق عادي جدا. صفحة رئاسية. تنسق. تختار من هنا الخطة بتاعك. وحجمه ونوع الخط. اي نوع خط مسلا. هنا الحجم. هنا المحاذاة. طبعا كل الخيارات الخاصة بمايكروسوفت. هنا عرض الشرائح عندي او. عندي الحركة. عندي ايضا الانتقالات. مجموعة انتقالات ايه موجودة. كل دي انتقالات. زي ما انت شايف كده او انتقالات ايه. بنفس طريقة استخدام الباوربوينت. لو لاحظت هتلاقي فعلا بديل قوي جدا لمايكروسوفت اوفيس. ولكن طبعا في ملحوظة بسيطة. حضرتك البرنامج ده ما بيغنيش على ان حضرتك تزيل برنامج من على جهازك. خلي برنامج ايضا موجود على جهازك. وهنشوف كده هل برنامج يقدر ان هو يفتح الملفات اللي تم تنفيذها بهذا البرنامج ولا لا. هنفتح برنامج مثلا مايكروسوفت وورد. ونحاول نفتح من خلاله ملف تم تنفيذه باستخدام البرنامج. هنشوف ما معانا ولا لا. هنقول له فتح. وطبعا الملف اللي احنا نفزناه كان على سطح المكتب نشوف كده. اللي هو الملف ده نضغط عليه ونقول له فتح. فعلا فتح معانا. زي ما هلاك شايف اهو. هنشيل مثلا دي. اقدر اعدل عليه. واقدر انسيقه من جديد. دي ميزة جميلة جدا ايضا. يعني انا نفست برنامج او نفست ملف او صممت ملف على البرنامج. اقدر ان انا افتحه ايضا باستخدام احد برامج مايكروسوفت اوفيس. طبعا عايز تحفظ بتحفظ مش عايز بتقول له عدم الحفظ. وبكده اكون وصلت لنهاية حالة النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تسنساش تعمل لايك وشيل الفيديو وتشاركه لأكبر عدد من زملائك لسفاد الجميع. وخصوصا اللي مش قادر ان هو يشتري طبعا النسخة المدفوعة من مايكروسوفت اوفيس. ولو حضرتك اول مرة تزورني في القناة. يساعدني وشرفني انضمامك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل. لتصل لكل الفيديوهات الجديدة والحصلية من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.